بيت بيوت مع المهندس عيماد سالم معي بالستوديو صباح الخير عيماد صباح النور ماجي اليوم حلقتنا مبينة شو هي حلقتنا عن الجزون أنواعه وين منستعمله إذا في جزون تساؤلات كتير اللي بيسألها الواحد قبل ما يحط الجزون أو قبل ما يقرر يعمل الجزون صحيح طبيعي أو استناعي صحيح يعني هلأ الأسئلة رح نحكي عن الجزون جمالا لأنه في أشياء في عالم يمكن بتبلش توفير في بزر معين تستعمله بس ما بتعرف إذا هو مفيد أو مش مفيد للمنطقة اللي هو فيها وهلأ بسبب الوضع الحالي يعني كورونا والوضع الاقتصادي العالم صار بدأ صار بدأ تعمل smart investment إذا بدك يعني صار بدأ تستثمر بطريقة زكية يعني إذا عندهم جلين أو عندهم جنينة تيخففوا ظهرات ويخففوا يمكن تعرض للفيروس وللوضع الاقتصادي الراهن عم يجربوا يحسنوا هالمصاري اللي بيحطوهم بظهر عم يجربوا يحسنوا بجنينة عندهم وصراحة كتير عم يجيني عالم وكليانات عم يسألوني شو البست investment أو شو الأحلة تيجملوا خصوصا يلي عندهم جلال أو عندهم بوسيبيريتي تراسات مسيحة يعني مسيحة يقدروا يستفيدوا منها ويسلوا أولادهم بالموضوع صحيح فاكر من هيك اخترت إذا بدك نحكي هذه الحلقة عن الجزون ورح أحكي كمان على الدكينج يعني كل شي ممكن ينحط بجنينات أو على البلكون تنجمل فأول سؤال إذا بدك أو أول شي بس نحط إذا منحط أول صورة الجزون هل هو نوع واحد هو أنواع هاو تو تشوز كيف ننقه ففي أسئلة بديهية العالم العادية ممكن تسألها وفي أسئلة لازم يسألوها وإذا تغادوا عنها أكيد يمكن يكون بعد نحكي على قصية إنفستمنت فإذا أول سؤال ممكن يجي على بالك ماجي إذا أنت بدك تحطي جزون شو ممكن تنقول عندك جنينا شو ممكن يجي على بالك أول سؤال إذا بدو يعيش صح إذا بدو عيني كيف يهتم في إذا بدو عيني أي نوع إذا فيه أنواع كيف بعرف النوع المناسب صحيح ونحن كلنا بنعرف أنه صار فيه جزون بنحط بذر على الطريقة الأديمة وهلأ فيه جزون بنحط روليات أو تبي أو سجد نسمية سجدية مضبوط مضبوط فهيدا نحن بعدنا بالطبيعة إذا ننتقل على تاني صورة رح أحكي شوي حط الأسئلة اللي هي بتنسأل وتكون كتير واضحة أول سؤال ممكن ينسأل يمكن هو شو يجب أن يزرع بذر أو سجد أي أحسن النتيجة وحدة بنوعية البلانت أو نوعية الغازون نحن نحكي عنه النتيجة وحدة الفرق قديش نحن مستعجلين على الموضوع كلمة لهيك فيه واحد أغلى من الثاني طبعا الرولو أو السجد هي أغلى من البذر لأنه نتيجتها أسرع السجدية تنكون عارفين أنه سجدية بعد 15 نهار فينا ندعس عليها بس بدنا نقص قبل بينما البذر لبعد شهر تنقدر ندعس عليه so it depends على السيزون يلي نحن عم نزرع فيه وقدش مستعجلين هيدا بيقرر نتيجة الزرع شغلة تانية بدنا نسأل عنا شو نوعية للغازون يلي بديوا حطها أي نوع إذا فيه أنواع لأنه يمكن العالم حتى ما بتعرف رفيع عريض بيموت بسرعة بيهتم أكتر هنما لازم يموت بسرعة لأنه شو ما كان ما لازم يموت بسرعة إذا بديوا يموت بسرعة فإذا في شي نحنا نقصينا عليه أول شغلة بدنا ننتبه لها نحن وين عم نزرع الجازون يعني فيه جازون خاص هلأ إذا بس نحط الصورة اللي بعدها فيه جازون خاص للسيشور يعني للمناطق الساحلية يلي بتتعرض هون حطينهم رح نحكي عنهم يلي بتتعرض للبحر أو لمية الملح أو حتى قريبة على البسين يعني ممكن تتحمل شوية تكلور زيادة اللي هي إذا بديك نسميها باسبالوم الباسبالوم هيدا يلي ورقتها عريضة بالصورة أول وحدة من هون عملت الشمال هي ورقتها منا عريضة ورقتها رفيعة خشنة صراحة هيدا المصطرة اللي قدامنا طبيعيها هي الباسبالوم هيدا هيدا الباسبالوم أكيد هيدا بعدها تببيه منا مجزوزة عادة منشوفها أقصر حد البيسينات هيدا بتنزرع من زرو لنفسة متر تحمل حرارة كتير كل الجازون عادة بيحمل حرارة بيحمل شمس وكل الجازون بيحب المي هيدا شغلتين لازم نعرفهم تحمل ميت ملح هيدا الفرق فيها النوع التاني اللي هو رائد أكتر هو البوفالو يلي هو بالصورة التانية أو نسميه ساين أوجستين ساين أوجستين هو هيدا الجازون كتير موجود كتير يستعمل بالعالم ورقته خشنة بيحمل ضعك فينا نستعمله لجردان إذا عنا بارتي عليه إذا عنا أولاد بيلعبوا عليه حتى للفوتبول إذا بنا نعمل محل يلعبوا لولاد فيه عليه بيحمل ضعك يعني بالعربة ورقته بتكون قاسي خشنة هي نفس الشكل تبع الأول وحدة بس بيكون ورقته أخشن إذا بنا نطلق نطلع فوق ألف متر يعني من الألف للألفين متر بتنحكي عن لبنان من الألف للألفين متر سينا بنروح على شيء اسمه كول ميكس يعني هون بدنا ننتبه ما نحط حيال لجازون لأنه ما رح نستفيد منه وما رح يعيش الكول ميكس الفرق أنه ورقته بتجي ناعمة عنده النفس الشكل بس ما بيحمل ضعك يعني بدناش نعتبره أنه فينا نعمل كتير بارتيز عليه حساس شوي زيادة عن الزوم بس هيدا رزيست للتلج وللسقعة وللجليد إذا أجع عليه يعني رح يضل أخضر على الفترة الطويلة هلأ بعد فيه كمان نوع مهم اللي هو بينحط على التلو يعني إذا عنا نحنا تلو هيدا النوع اسمه ديكوندرا هيدا ما بيندعس عليه ورقته بتجي مثل الترافل مثل الترافل يعني إلى ثلاث ورقات مثل البقدونس مثل البقدونس تحديدا منه شعار هيدا بعربش هو يعتبر منه جازون أصلا هو يبلانت بس بالبلانت بتضل مع الأرض ضد جاز بس هيدا ما بتحب الشمس بدها في في فهيدول إذا بدك بطريقة خريعة الأنواع السريعة عم نحكي على الجازون ناتوريل نعم هلأ بدي انتقل على الجازون أرتفوسيال وليش بدي أحكي على الجازون أرتفوسيال لأنه مثل ما قلت أنه هلأ العالم حتى إذا عندها تراس مبلط عم بحطوا جازون عم بحطوا جازون أرتفوسيال حتى إذا عندها جنينة بتقليك أنا ما معي وقت هون البسون طبعا الشخص يعني هل هو بحب الفردور بحب يعتني فيها في ناس بتحب شكله بس ما معه وقت تعتني فيها أو ما بتحب تعتني فيها فالأفانتاج اللي صار عنا صار عنا جازون أرتفوسيال متل ما هو واضح هون بالصورة ماقي الجازون أرتفوسيال صار طبيعي لدرجة أنه حتى إذا بتحط إيديك فيه صحيح بتحط إيديك فيه ما بقى بتميزيه عن الجازون الإصطناعي هلأ أنا رح أعطي شوية حتى شكله يعني كأنه مزروع برمل أو مية بالمية بتراب صح حتى مش بس هيك حتى فيه منه فيه ياباس إذا بنتطلع هون عم بحطوله كم 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 شبعيش بيابسي فضي يضل يعطي الريل فيل طبعه هلأ صار فيه كتير أنواع بالسوق وهون بدنا ننتبه وقت نحكي على الأنواع بدنا نشوف البربوس والطلب اللي بعنا غير أنه السعر صار هيدا الجازون إذا نحنا بمنطقة فيها حارة فيها بتتعرض لليوفي كتير يعني مثلا مثل هيدا الجازون حتى بنستعمل وصيرنا بالإمارات بالمناطق المشهو بكتير بكتير في حرارة وبيضاين وديراء على الفترة الطويلة بدنا ننقل بين العشبة الأصيرة وفيه عندنا العشبة الطويلة حسب الملمس اللي نحنا بدنا رح أعطي شوية تبس أساسية إذا نحنا عنا جردان وعنا جل فيه دبش أو فيه كتير حجار بس نحط الجازون ما رح يطلع يوني هلأ مثل ما كمان تقطع على الصور ما رح يطلع يوني رح يطلع فيه تليل أصبت طريقة نظلنا حتى بس نمشي الليل لأنه مثل ما لحظت الملمس تبعه هو طبيعي بيضل علينا نحس إذا مشينا عليه إذا نحنا حسين عم نمشي على التراب مش عم نمشي على شيئاسي فيه مطيير اسمه سارك يعني بحث صغير فينا نكبه نفلشه تحت التراب ونحط الجازون فوقه وبعدين أنا أكيد أنه رح يحسوا ريل فيه كأنه فعلا عم يمشوا على الجازون أفانتاج تبعه بينسأة مش بينسأة يعني إذا نزل بتغسل بتغسل دورابل على عشرة خمسة عشرين سنة صار فيها أدت دورابلتات تبعه طويلة ما بقى يتغير لأنه عنا نفس اللون على مدار السنة وأوفر إذا بدك يعني أوفر كمانتونانس بس يلي عنده بسيون طبيعي ما رح يحبه أبدا وأنا من الأشخاص يمكن لو ما بضطر ما بستعمله في شغلة كان حبالي أولى على الجازون ناتيرال نسيت أولى في أوقات الأشياء الأنساسية كمان بالجازون ناتيرال هي التربة نحنا عنا مصطلح خاطئ نحنا بنزرع أوقات جازون على خمسة عشرين سنة الجازون تعيشوا تيكون دورابل بدوا سويل مزبوطة والسويل وأرض مزبوطة تحت الخمسة وثلاثين سنة حرام ينزرع حرام ينزرع حرام ينزرع أوقات من خاطر نزرعه أقل بس من نص إيه ثلاث أربع مرات بنهار تيضل هالقدة أول شغلة تانية وقت نزرع تبي في تكنيك كتير أساسية على ما يمكن ما بتعرفها لازم تنحدل التبي لازم نقرب ماكسيموم الشلش على الأرض تبي يتغزى الشلش لأنه نحنا بنعرف أنه التبي ممكن تعمل بطن ونحنا ما نشوفه لأنه في شعر فمن يكون هيدا البزري ما وصلت للأرض ورح تموت كتير كتير بسرعة فبتنحدل التبي هيدا لازم نتعلمه ونحكي عنه كمان ولازم يكون فيه دريناج سريع لأنه بيصير موحل بيصير وحل إذا ما فيه دريناج إذا الأرض منه ما بتصرف يعني الماء ما بتصرف مية مزبوطة كمان بتوحل كرم لهيك نحنا بننصح بالأرض أو الأرض المسالمية مرملة شوي يعني الماء بتروح منه بسرعة على كل حال يمكن الاستشارة هنا يعني مهمة قبل ما واحد يزرع صحيح أنه يسأل المهندس مختص ستعرف وين بيزرع شو بيزرع طبيعي أو أرتيفيسيال أو لا صحيح وإنت رح تحط كلها المعلومات على السوشيال ميديا عيماد أكيد على كل البلاتفورز بعتقد فيه شي بدك تقوله هيك سرعة كم بتحكي عن الدكينج مع الجزون بس تخلص صوتها مصير بعتقد حرام نحكي فيها هيك بسرعة أكيد بترجعوا بتشوفوا كلها المعلومات وكلها النصائح على بلاتفورز بزرعيماد سالم ديزاين فيسبوك وإنستغرام شكرا عيماد مرسي لك أهلا وسهلا فيك